الداخلية التونسية قلتلكوا أعلنت إحباط مخططات إرهابية لتكفيري موالي لداعش إن شاء الله بكرة أقول لكم قصة هذا الرجل لأن يبدو أن الموضوع فيه تطورات ويبدو أن الموضوع هيبقاله يعني زيول كثيرة خلال هذه المرحلة في تونس فيه أزمة كبيرة جداً الغنوشي أبلغ وأخطر طلب بن وزير الداخلية فض الاعتصاب عبير موسي وكتلة حزبها بالقوة هم معتصمين داخل البرلمان وهو عايز يطلع على المنصة قال له مش هتطلع أنت عاملين طلب صحب ثقة مضى عليه أكتر من 80 واحد أهو قادي عبير موسي وفي البرلمان معتصمين وهو بيقول ده أنت معطل العمل بتقول له أنت مصحوب الثقة منك عايزين نصوت على صحب الثقة في أقرب جلسة وطبعاً أنت عارفين الحكومة استقالت والفخفاخ طرد الإخوان الستة من الحكومة وأهو فيه فيديو لريالك عندك يا فريدة ده المعتصمين داخل البرلمان سمعيلي الصوت كده ده الوضع الإخواني في تونس بينذر أن هناك كارثة سياسية داخل تونس ما دخل الإخوان في مكان إلا وأفسدوه ما دخل الإخوان على الخط في دولة إلا وأفسدوه